السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا امرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم سامي ستايل فاشن. وانت سحمة شمس الدين وحييكم اخواتي واخواتي ابناء وبناتي وكل اللي احنا بتلوم من حضراتكم الدعم الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس. الاعجاب بالفيديو شرطة اساسي بتلوم من حضراتكم فضلا لا امرا. على اساس نقدر نوصله الاجبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله هتستفيدوا منه. بالنسبة للبلوزة اللي قدامي. دي بلوزة عادية جدا. ما فيهاش اي مشكلة في اي حاجة. الا انها بص كده معايا ننزل كده ننزل كده. بص نازلة على واسا. تمام دي حاجة. وفيها ايه? الكورنيش اللي تحت دوت. اه اللي هو هيبقى حسب ايه بقى? حسب ما انت عايزة او ما انت عايز. اه عرضه قد ايه? يعني الكورنيش اللي قدامي دوت عرضه اه مش هيتعدى العشرة سنتي. مش هيتعدى ايه? العشرة سنتي. البلوزة زي ما بقول لحضراتكم هو اصلا يعتبر هاف تونيك. يعني اه لغاية الركبة او اه ممكن يعدي منطقة الركبة لمنتصف الساق. ماشي? يبقى اه زيه زي المنتقه بالزبط. لان الهاف تونيك بيبقى ايه? بيبقى اه متوسطه لغاية اه بيعد منتصف الفخص. تمام? دوت بالنسبة لهاف تونيك. لكن موديلي زي اللي قدامي دوت. ماشي? اه انا ليه حرية فيه? هو على فكرة شيكتو ان هو يبقى ايه? اه اه معدي الركبة بحاجة بسيطة. تمام? اه ومش هيصل لمنتصف الساق. يعني هيبقى ايه? اه منطق صير يعني. مش مش طويل لغاية منتصف الساق ولا هينزل ايه لغاية الارض. اه الخامة هو اه الخامة المعمولة منه اصلا اه هو ممكن يتعامل شتوي وممكن يتعامل صيفي. ممكن يتعامل شتوي وممكن يتعامل صيفي. اه الخامة اللي معمولة منه ديت اه تويد قرهات. تويد قرهات. اه قليل وجودها. اه الا في اماكن معينة. اه خامة من الخامات الجيدة جدا. اه يعني مسلا لو انتوا عايزينها هنا عندنا في مصر. كده مش هتلاقيها ايه في منطقة زي منطقة ايه الوكالة. اللي هي وكالة البلح ديت بيبقى فيها ايه? اه امشة عالية جدا. اه واسعارها برضو عالية جدا. اه بس نصيحة. اه اللي عايز يشتري من الوكالة. اه يبقى بيعرف في فاصل ازاي. يبقى بيعرف في فاصل ازاي. لان الحاجة اه ممكن تمانها ينزل للنص مباشرة. يعني يتقلك ميتين اه هتاخدها بمية مستريحة. تمام? بس ازاي ما بقولك اه 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 في ظل خراب الزمم اللي احنا موجودين فيه? لا. اه تعرف تفاصل كويس. وتسيبه وتمشي كمان. ها? اه وحتى لو ما ملنداش عليك هتلاقي الخامة ديت عند حد تاني وبقى رخص كمان. تمام يا جماعة? عشان بس ايه تبقى عارف بتشتري ازاي? من وكالة البلح خاصة. من وكالة البلح ايه خاصة? دي بس نصيحة بالنسبة للايه? للبيع والشر. اه اه الموديل موديل بلوزة عادية جدا. اه قول قميص. اه جيب اه من فوق. جيب من فوق. اه لاحز معايا حاجة. اه ان الجيب اه من المعتاد ان احنا بنعمله ايه? اه يبقى ماشي في اتجاه الكارهات بالزبط. ماشي ايه في اتجاه الكارهات بالزبط? تعالى معايا. بص الخط ده لازم يبقى ماشي مع ده. والخط ده لازم يبقى ماشي مع ده. الخط تمام? فلكن هنا هو الفرق الواضح ما بينهم. اما ان هو يكون مقصود عشان يبين ان هنا فيه جيب فيخالف ما بين الخطوط. ماشي او ان هي تبقى غلطة. طب الغالب ايه? الغالب ان هي غلطة. الغالب ان هي غلطة. لان احنا دايما بنعمل اه لو انا هعمل مقلم لو هشتغل في قماش مقلم يبقى الجيب لازم يتعمل يمشي مع القلم. تمام? لو هعمل الكارهات يبقى الكاره يمشي مع الكاره. طول وعرض. طول وعرض. وزي ما اتكلمنا قبل كده على الكارهات ان انا لما اجا اقفل الجنب هنا هوت مع الجنب اللي وراني لازم الكاره دوت يقفل مع الكاره اللي قدامه. لازم يقفل مع الكاره اللي قدامه. ماشي? المخالفة تبقى في ايه في الكارهات? المخالفة تبقى في ايه في الكارهات? هتبقى في الاسورة? يعني الكارهات ماشية طول هتبصت لقى الاسورة دي تماشي عرض. تمام? تبقى ماشية في كورنيش زي كده الكارهات ماشية طول هو يمشي عرض عشان يباني الفرق. في الكورنيش اللي هو ايه? اللي هو تحت. الكارهات ماشية طول هو يمشي عرض عشان يباني الفرق. يبقى هيبقى في الاسورة في الكورنيش لو في مرض هنا هوت تمام برضو من الاشياء المميزة للقروهات ان انا ممكن اروح شغالي الجيب بالورب يعني مش القروهات على عدلتها لا تبقى جاية بالورب كده سواء هي او الاسورة او الصفرة الخلفية الصفرة الخلفية لو انا هعمل ايه صفرة يبقى اذا هو هو موديل بلوزة عادي جدا ما فيوش حاجة بس نازل على ايه على واسع ونازل بيه الكورنيشة بتاعته وبيجيب بلياقة وممكن يبقى هاف كول ليه يعني اصلا بنحبز هاف كول عن اللياءة في المحجبات خاصة عشان ما تعبعبش اللياءة تحت الطرحة هاف كول بيبقى محيط بحوالين الرقبة فبالتالي ما يبقاش فيه ايه ما يبقاش فيه عبعبة فين في تحت الطرحة نفسها تمام هشوف ضهر لموديل نقدر نركبه عليه ماشي عشان نشوف الضهر اللي احنا هنعمله ازاي ده الضهر اللي انا اقصده ماشي هتبقى فيه صفرة بنفس الشكل ده كده السقوط بتاعها يكون في حدود ايه من 16 ل 20 سنتي العرض بتاعها ده من 16 ل 20 سنتي شوف بقى هنا هو تماشي الام الخامة هنا هوت مقلمة الصفرة جاية ايه عرض تمام الصفرة جاية ايه عرض تمام ويروح جاي هنا هو تلهاف كل دوت الصغير دوت عامله بالايه بالطول عشان يبان الفرق ما بين ايه يعني اللعب بمعنى صاحب اللي اقلامه بالكروهات في قلب الحياة لكن لو هي مثلا دية كروهات ممكن ان روح شغال الصفرة ايه كروهات ورب بالورب كده تمام فيديني شكل لان ممكن تكون الكروهات فيها سيمترية ومنتظمة الطول بتاعها زي العرض فلما اجي اخلف الصفرة من ورا ما تبانش معايا فاشتغالها بقى ايه بالورب عشان يباني فيه هنا ايه صفرة والكشكشة اللي هي تحت الايه تحت الصفرة دي كبرها ان هي ايه تبقى خمسة سانتي يعني الكشكشة دي كبرها خمسة سانتي فتبقى خمسة سانتي في اتنين يعني فيه عشرة سانتي معايا زيادة للكشكشة اللي هي ايه تحت الصفرة دي تمام شوف لي بقى هنا هوات مسلا الديل من تحت هنا هوات الديل هنا هوات ايه ديل اه اميس اه بنفس الايه الكيرف بتاعه ده كده تمام لكن هناك في الموديل اللي احنا قلناه هنعملوا ايه الكورنيشة نفسها ما تنسناش من صالح الدعاء الدعاء بظاهر الغيب الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلب من حضراتكم ادال على الخير كفاعلي ده الاصل الاصيل اللي احنا بنين عليه قناتنا وقناتكم وما تنسناش من صالح الدعاء والدعاء لاخواننا في غزة ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على عدوهم ويسدد رميهم وينكئ عدوهم ويجعل النصر حليفا لهم ويشفي مرضاهم ويرحم شهدائهم وينجينا وإياهم من الشر المحاط بهم وبنا يا أرحم الراحمين